السلام عليكم الفقهي السوسي المغربي رشيد اقادير الزهورية الفقهي في كيلتا اليداي اليوم ان شاء الله الحد شعبان قريب الحال رمضان بان الله يدخل عنينا بكل خير وهناء وسلام والمريض لايشافيه طهور ان شاء الله وبان الله عز وجل اليوم اهضرت على التبيحة لغير الله لان شحامل واحد يشوف الفقهي يقول لك هذا الشعب لا حبيبي هنا في الروحانيات مكاينة الشعب مكاينة شي حاجة سميتها الشعب مكاينة شي حاجة سميتها الشعب بهذا القبيل كل شي الحمد لله بوفق الكتاب والسنة وباطر الصوفية او باطر السلف رضوان الله عليهم ان شاء الله عز وجل دبيحة ان تكون لله عز وجل لا تكون للميرا ولا تكون للماليكة ولا تكون لحمدوشية ولا تكون شي حاجة كما قلت لا تكون التبيحة لهؤلاء الملوك يعني من الماليكة يعني جينية ماليكة ولا جينية مثلا ميرا ولا جينية عيشة من هذا القبيل هذا هو الشرك لا تكون التبيحة لا تكون لا تكون لما كتبئ عليها أيضا بعد أو العكوثات قاص حيث لا تحيدك وتكب عليها تبعياتها سيئة جدا ما بينكو بين خلقك و ما بينكو بين وليدات ديالك و الأحفاد ديالك لكن المرض الولادهم دابا حاليا كاللي عندهم الجنون كاللي يدخلهم الجن و مرض الجنون مرض العقل وتستوى كاللي كدير مشي للدبيحات كتستيل عائلة كاملة و كتستيل وليدات كاملين رجزيكم بخير علينا بدبيحة الروحانية ما معنى الدبيحة الروحانية تكون لله و يكون فيها التحيد صحيح الربوبية و الأسماء الصفة و يكون فيها سيد العقيدة تكون صحيحة لا تقول بسم الله الله أكبر أنا لا أنكر الدبيحة بالعكس أنا كنت أدace الدبيحة كنت أدالها في الشيخ و أدالها في قباب و أدالها في كل شيء و لكني ما كنت أداله بإسم ذلك الشيخ أو اسم ذلك القبة أو اسم لا وكان فرق على المحتجين والفقارة الذين لا يسألون الناس إلحافة الشيء الفقير اللي كيتسول ولا يطلب لا هذا ليس فقير هذا غنيا هذا صار غنيا بهذه المهنة أنا كنقول للفقارة الذين لا يسألون الناس إلحافة اللي ما كيسولك ما كتعرفش وش هو فقير كتدق عليه وتعطيه ما كيرضاش أنا فديالو هذا هو الفقير المحتاج وكتعطيه ديك التابحة والأفضل يا ما تاكلهاش أعطيه ديك التابحة وفرق الخبز للعزة وجلدي الروحة